نيشان عبور، صحابي حول نيشان عبور، نشيسي حول، دوم الإيهاب يا ليشي نيرو في الجزائر الغنية بثروات تحسد عليها والله يتحسد عليها يعني كان دول يحزدون على الثروات لي عندنا ولكن ما يحزدونهاش على الحكام لي عندنا الجزائر بي فيها بيترول وغاز حديد وفوسفات وموغناز وذهب يعني ثروات أشاء الله وروح في البحر كين المرجان يعني أنا وذهب في الصحراء وأنا كلش في هذا الجزائر شعب فقير بشهادة النظام بشهادة العصابة الحاكمة ما إذا أصبح اليوم ولو اليوم في الجزائر يمدوا شهادة الفقر من الناس اللي يقلبوها والليوم فقرة وكاينين ما شاء الله يا دي جاء واحد تقليل يا ودي انتالي الطبيب راه هو فقير في السائر ما يقلش يقل حمن كل يوم الطبيب المحامي راه هو فقير الأستاذ الجميع فقير فما بالك الأستاذ التناوية أو غير لا يقلش تقليل حمن كل يوم لا يقلش لي دي سر قال يطبيبي يجوز يكحل على دي سر بينه ويجوز قلو ساحل تفاه كلكيونا تركيك حلانه ويجوز دي ما يشوفوا شهادة الفقر هذه اللي من في البلديات تركيك شوفوها مليح تشهادة لي تتمد لي في بلاي بجاية دائرة بجاية بلدية بجاية يعني بجاية رائم مدينة كبيرة وفيها الخير وفيها ما باكم البلديات داخل الوطن يقولك يشهد رئيس المجلس الشعبي البلدي بجاية 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 بعد الطالب المقدم انت عرف السيد ما يحضرش اسمه المقيم بجاية شارع كده ما يحضرش اسمه ويشهدوا انه راهوا فقير وفيها تغطى بشمال نشطره السيدة جاية الراجل تقدم بي طالب أنا فقير بجاية هيا ناس يلي ما كمش تلاحقوا على نهاية الشهر ما كمش تلاحقوا على بعد دي سيرت في المارشد كحلو عليه وجوزو ناس اللي راهي في حالة تاع فقير الصح يدي زوجملاين وتبون يزوخ وفرحان ويقول لك أنا طلع تسميغ زوجملاين ماذا يعني شي دير بيها جمعين ما ديبلوش مئة ايرو يعني قضيت عن مئة ايرو ويقول لبا فزال نقضيه ويقول لبا فزال نقضيه بالديناري يتقضيه بالديناري ما حال كيلو الحمد؟ ما حال كيلو سردين؟ كيف كان بلاد عندها 1200 كم ساحل سردين تلحقهم 150 ألف قالوا مليون وما قالوا من المليون؟ اذا شرى كيلو سردين ورحلوا المليون نازل يكمل معالة دواسن صيح هذا الأسف انه في الجزائر اليوم رأي الشاب رأي الشاب عيش في فقر مطلقات للأسف هذا هو حال الشاب الجزائري حال الشاب الجزائري انه في الطريق يمشي في الطريق يمشي ما كاش تنضافها الزيقوات هذا ما شوفوه بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر